السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين اي يا رب تكونوا في خير في احسن حال. صباحك وارد وفل وياسمين معطر بذكرى الرحمن والسلام على رسول الله. على يفضل السلام والسلام. اللهم صلي وسلم وزيل وبركة على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم. ما يشاء الله وكن وما يشاء ما يكونوا ما طوفيق إلا بالله. ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. يلا بقى كده نبدأ فيديو النهاردة. وقت عملنا بقى كده تدعموا القناة علشان المشتركين بتطير يعني اليوتيوب بطير المشتركين والاشعارات مش بتوصلهم. وآآ طبعا اي حد ينش وصل الاشعار. اتمنى كده يلغى الاشتراك من الاول ويجدد الاشتراك علشان يتفاعل مع القناة تاني والقناة تكبر بفضل الله سم بيكم يا احلى واغلى متابعين. واللي امتابعني على الفيسبوك آآ يعني اتمنى كده تدخلوا على القناة مباشرة من اليوتيوب افضل عشان تدعموا القناة وتنسوش اللايك عشان اللايك اللي عالفياس مش بنفعني آآ يعني اللي على اليوتيوب هو اللي بنفع القناة. تمنى بقى كده ترفعوا القناة وترفعوا الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من المشاهدين. اول حاجة كده هنعمل البطاطا يعني آآ زي ما شفتوك في اول الفيديو هنعمل مع بعض البطاطا المشوية في الكيس الحاري في الفرن. دايب كده دوب وان شاء الله فقلم من ربع ساعة هتكون جهزة معيكم. وكمان هنضف مع بعض الفراخ البلدي من بدري كده. قلت بقى كده انضف معيك والفراخ البلدي ونشوف بقى كده طريقتي في تنظيفها. وكمان بقى كده المحلول لنا نقع فيه الفراخ تنفع كمان لاي طيور عندك بتشيل اي ريح الزفارة تكون غير مستحبة في الطيور. وكلمتين برضو عن آآ يعني سامعين بقى كده ايام دي. الواحدة كده مش شرط بقى ومش تخدم زوجها. ويلا بقى كده ونشوف هنعمل ايه? وقبل ما نبدأ. اللهم صله وسلم وزد وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى كده احلى واغلى متابعين. آآ نشوف بقى كده فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اول حاجة كده طلعت من بدري عشان نتبح كده مع بعض الفراخ البلدي. طبعا كان عندي كده كام فرخة وزي ما انتم عارفينه اللي امتبعني من مربية الديوك البلدي. بقالهم فترة كده مع بعض هم والفراخ البلدي. ديوك رومي. وفراخ بلدي كانوا مع بعض في قضة واحد. لان كده ما عنديش مكان للفراخ البلدي. فكنت احطوه مع بعض. فجأة كده لقيت الرومي بموجود في الفراخ البلدي. فقلت الحمد لله يعني آآ قدر له مشاء فعل. فقلت بقى كده آآ اتبح بقى فكان فرخة اللي بتفضلين دول دول اربعة. من يعني من عدد كان عندي فراخ بلدي اكتر من كده. لكن بقى يعني ما حبيتش اصور معاكم المنظر لان طبعا يعني ماش عايز اجيب معاكم الحاجات اللي هي السلبية ديت عشان آآ كان في حد يعني طلع وقال ايه آآ مش لازم نحنا نصور الفراخ وهي آآ ميتها وكده. فطبعا هنا آآ طلعت بقى كده من بدري دبعت بقى الفراخ ديت عشان ننظفها معا بقى. طبعا هنا واحنا شغالين هنشوف بقى كده ونشوف الايام دي بقى كده بقولوا ان الواحدة كده بقى مش شرط ان هي تخدم زوجها. يعني ناس عايزة تغير قوانين الهية وسنن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طب يعني طبعا ندازم احنا كده كبشر خلي اللي بتكلم اهبل ولي باستمع عائل. ازاي ان احنا ان الواحدة تكون عايشها مع زوجها وما تخدموش ولا تراعي مصالحه. يوم لها تراعي مصالح مين لما هي مش تخلي بالها من زوجها ومن اولادها ومن بيتها. تروح تشوف حد تاني يعني تخدمو ولا ايه انا مش عارفة والله. طبعا يعني زي ما قدر صلى الله عليه وسلم خير النسائكم ازا نظر اليه سرطه وازا امرها طاعته وازا غاب عنها حفاظته في نفسها وفي مالها. طبعا يعني كل حاجة بس اهم حاجة ان احنا يعني ازا امرها طاعته بس اه يعني لا طاعت الى مخلوق في معصية الخالق. اهم حاجة ان احنا اي حد بالطعيه يكون اه مش حاجة تغضب ربا. فلازم ان احنا اه ما نسمعش كلام اي حد عشان دي اه ما يعني اه ناس يعني ولا عايزوا بالله دول عايزين كده خراب البيوت وعايزين بقى كده يبقى في تعنت وفي عند بين الزوج وبين الزوجة. فطبعا لازم يعني المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يعني لو الواحدة كده اه قطعت ربنا وما اطعتش زوجها يبقى هي كأنها اه ما اطعتش ربا. فلازم كده ان احنا اه يبقى كده ستات بيوت نبقى كده وعين ونساعد كده ازواجنا على البر وعلى حسن الخلق عشان ده طبعا ده كله بسواب لك ان انت اي واحدة كده برضو يعني بتاع زوجها وبتاع ربنا ان هي تساعد زوجها على البر وعلى صلة الرحم وكمان ان هي اه ما تخليش كده ان هو يعني اي حاجة فيها خير تساعد زوجها عليه. سواء بقى كده يصل رحمه. سواء بقى كده يحب الناس يعني لان طبعا ما نقعدش كده مع ازواجنا ونخليهم كده يعني الزوج طبعا بيبقى مشغول برة وكده ما نقعدش بقى احنا ونقول فلان ونقول علان ونقول نقعد بقى نقول كلام كده ونخلي نفس ازواجنا تبقى اه شايلة كده من الناس معينة او ناس او اي حد لازم ان احنا كده اه كل خير نقول للزوج اه ما نخليش كده ياخد صورة اه سيئة عن اي حد اه علشان ده طبعا كله اه في مثلا حسناتك انت لما تعود كده وما تخلي كده زوجك ان هو اه يعني الواحدة بتبقى في البيت فاضية طبعا يعني حتى لما شغله بشغل البيت بس لما زوجها بقى كده بيرجع اه خلي كده كل كلامك يكون خير ويكون اه فعلي خير عشان اه تساعده كده برضو على البر ما تخليش بقى يكره كده الناس ويعني ده طبعا برضو من ده من الواحدة تكون برضو بتع ربنا ان هي تساعده على البر وعلى الاحسان لاخواته لأي حد آآ برة وتخليك كده ياخد صورة حلوة عن الناس مش اي حاجة تصور له الناس كلها آآ اعداء والناس كلها مش حلوة والناس كلها آآ وحشة آآ طبعا كما تدين تدين يعني اي حد هيقعد كده وكل شوية يقول للزوج ده فلان ده اخوك ده اختك ده امرأة اخوك ده ده اي حد يعني طبعا فدوتها بالتالي آآ كما تدين تدين ربنا آآ هيصلت برضو عليها اللي هيقول برضو وهي برضو هيسيق سمعتها قدام زوجها برضو يعني مش هي بقى عاملة تقول آآ الناس كلها وحشة والناس والناس ما بتحبكش والناس بتكرهك والكلام دوت لان طبعا الحاجات ده بتحصل انا بقولها ليه عشان بتحصل فعلا في البيوت والراجل من دوت بيحسب فعلا بياخد صورة يعني سيئة جدا آآ عن اي حد وعن لان ده بقى ان تبقى في الناس يعني آآ عايزة كده آآ تسوق آآ اي حد وتخلي كده صورته مش كويسة تقعد بقى تآ تجيب في عيوب ما حصلتش وتجيب في حاجات آآ فيا ربنا سبحان الله آآ كما تدين تدين اي حاجة الواحد بيعملها هيلاقيها وربنا كده هيبعت برضو اللي هيخلي برضو آآ صورته آآ وحشة وصورته سيئة وهيقول برضو كلام عليه لبرضو آآ للشخص ده آآ فطبعا لازم كده ان احنا ما نسمعش اي كلام اي حد واي حاجة بتتاهل لازم ان احنا برضو كده نخلي بالنا واهم حاجة يعني كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا صلت آآ المرأة وخمسها وصامت شهرها وقطعت زوجها وحفزت فرجوها دخلت من اي بواب الجنة تشيئت يعني رغم ان الحاجات ديت مشترك يعني التعاط دي مشتركة صلت خمسها مشتركة بين الزوج والزوج آآ صامت شهرها بين الزوج والزوج آآ حفزت فرجوها برضو بين الزوج والزوج وقطعت زوجها هي ديت يعني سبحان الله ما بين الحاجات ديت والعبادات ديت آآ لو عملت الحاجة ديت قطعت زوجها دخلت من اي بواب الجنة تشيئت يعني هاتي الواحدة ما ينفعش تصوم النوافل لما يكون زوجها كمان موافق عليها يعني اتنين وخميس ايام تانية غير طبعا شهر رمضان عشان تشاهد عن شهر رمضان ده طبعا آآ من قوامر ربنا آآ ومن فروض ربنا لكن اي نوافل تانية او اي صام تانية ما ينفعش ان لواحدة تصوم لما تستأذن زوجها فشوفوا الاسلام وشوفوا الدين لازم ان احنا ما نسمعش كلام اي حاجة تتقال آآ برا او اي حاجة تكون آآ تخيب البيوت وما تعمرش البيوت يا ربي كده اكون يعني قدرى وصلت لكم كده رسالة بسيطة آآ من قناة المتوضع علشان آآ كده نحافظ على بيوتنا ومنسمعش كلام اي حد تكون عايزة فتنة وعايزة آآ خراب بيوت بين الناس طبعا هنا حطيت بقى كده بعد ما خلصت الفراخ وندفتهم زي الفلو زي ما انتم شايفين هما ارجو بس كده كلام ما يكونش يعني يكون كده خفيف عليكم ما يكونش طولت عليكم حطيت بقى كده آآ ملح ولمون آآ ومعلاقة خل كده بسيطة وكمان حطيت آآ معلاقة جنزة بيل وطماطم بتشيل الزفورة وطبعا هنا حطيت بقى كده المحلول اللي هنقع في الفريق بعد كده بقى آآ هسيبهم بقى كده وركنهم وبعد كده بدخلهم بقى في الفريزر آآ وهنا بقى اخر اليوم كده قلت بقى آآ معمل بقى كده آآ البطاطا ديت كت عندي وغسلتها وانشفتها طبعا بنغسلها كويس جدا وبعد كده في كيس الحارية بقى كده جبته طبعا كيس الحارية من وحطت البطاطا رصتها وطبعا هنا آآ بعد كده حطت عليها سكر ولو بتحبوا القرفة تحطوا رشة قرفة كده بسيطة اللي بيحب نكهة القرفة طبعا في قلم ربع ساعة أو تلت ساعة كانت البطاطا جاهزة معيها هيت وكانت زي ما انتم شايفين كده وقادي الصوس كمان وكانت يعني السكر بقى والقرفة كده بينزل منها كمان هود بدي كده طعم جميل وبتبقى آآ يعني قادي كمان شكلها باين يعني شايفين بقى عامل ازاي وطبعا هنا آآ يا رب كده فيدي النواردة يكون عجبكم وفضيات بتعجبكم وكون كده وصلت لكم رسالة بسيطة عشان طبعا كده البيوت كلها كده تدنها كده في عامل